السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شايف ان ديفيد مويس مع الفرق بقاله سنين لكن المستوى للأسوأ سعيد بالرحمة لما نزل الشوت الثاني ومفروض سعيد بالرحمة هو اللي يبدأ هو حسب غلطه ديفيد مويس هو التغييري الاول اللي عمله سعيد بالرحمة عمل شكل وعمل رقص ارنولد ترقيصه بصراحة انا اتبساط لان ارنولد دفاعيا سيء جدا مخ وحش في الدفاع فارنولد هو بيخش على سعيد بالرحمة سعيد بالرحمة صائع بقى لعيب جزائري تك تك رح ايه دخل بيت 18 وعمل قرى هدف التعادل حظ كانت ديها 85 حظ ليفربول اللي ميلنر حد رجله مع سوتشيك طلحها كورنا هي كانت هدف الجنقان فاضي سعيد بالرحمة عمل هدف جميل لما نزل ما حسناش باستهام الشوت الاولاني خالص اللي ضربت الجزاء اللي ضاعت ليه غيرت شكلك وادائك على الماتش الستي كلوب اللي مفروض في كرة القدم اللي بتكسب بيه تلعب بيه لما قربت صلاح وفرمينيو من المرمى ولعبت بيجوتا وقليوت هم اللي يدفعوا في الحتة الدفاعية وديت حرية لصلاح يبقى واقف عند المرمى صراح راح كتير آآ ألق أقوى فرقة في العالم وسجل وضيع وسجل يعني ضيع وسجل يعني انت عملت فرص لنفسك من أقوى فرق العالم طيب أنا نجحت بالخطة دي مع أقوى فرق العالم مع السيتي ألعب بيه هالماتش اللي بعدين ليه تغير بعدت خالص صلاح حطته في مكانه اللي قبل كده ولعبت داروين اللي أنا مش معترف به مش هيفيدك داروين وفرمينيو لعبته تحته فأنت نقصت اللعيب فرمينيو راجل اللي يقت ضعيفة داروين مهاجم صلاح بقى عطر فأنت نقصت لعب وراء لما لعبت صلاح وفرمينيو بس اتنين فبعندك تأمل لعيبة تقدر يجيبه الكورة يجيبه الكورة ويخدمه صلاح وفرمينيو والنهاردة انت ما عملتش كده هلفت زي اتغيرت خمس لعيبة من التشكيل حتى لو في لعيبة مجهدة إلعب بنفس إلعب بنفس الخطة إلعب كل لعب إلعب بنفس دوره الدور اللي هو عمله في الماتش الستي حتى لو هتغير واحد حط واحد مكانه للأسف للأسف انت كسبت الستي عشان مش انت أحسن من الستي ليفربول كان لعيبة في الملعب مش أحسن من لعبة الستي الستي يتفوقوا على ليفربول بس انت كسبت الستي بالتنظيم وقربت صلاح للمرمى أنا لم يكون عندي لاعب عام زي الأرنب أخليه بعيد ولا أخليه قريب النهاردة فيه كرة في الشود التاني اتقطعت من وسط هام اتحطت لصلاح صراح اللف وضربها لولا لوفنتفاسكي الحارس طلع جزء من الثانية كان هيجيب نفس الهدف اللي جابه في السي أنا لم يكون عندي لعيب في الخطوتين دول أسرع من أي مدافع ألعبه في الحتة دي خلاص وعد معه صلاح حتى لو صلاح بيحب يلعب في الحتة دي يقول له صلاح أنت سنك كبر أو الفريق الفربول يا صلاح المستوى بتاعنا الفني مزي سنتين فاتوا المستوى الفني أقل فإحنا عايزين نحطك هنا تزودنا سلاح أقوى تقوينا في الحتة اليجومية لما تترميلك كده أو تترميلك كده صلاح عنده ميزة أنه بيلف أسرع العيب في العالم يروح اللافف كده ده المهاجم اللافة بتاع الصلاح كده لما يروح هناك عند اللاين من هناك في الجنب هستفد بها إيه أنا هستفد بها جوه فطبعا كلوب أنت عملت السيتي صلاح المكان ده لما لعب قدامك جون هو اللي كسبك السيتي تيجي النهاردة تلعب تلعب على الطرف أنا مش عارف واستهام طبعا مش بتاع الموسم اللي الفات زي ما اتفقنا مالوش أي شكل هجومي فريق سهل لما تيجي ده تفرج علماتش ما تقولش هو ده واستهام تقول فريق وليل في المستوى وزي ما قلت لقو على كلوب المفروض اللي بتكسب به في كرة القدم تلعب به ما عرفش لازم ولا مثلا ولا مثلا عشان المواعد الكبير في كرة القدم احنا متعودين على جهة لما تلعب معاد كبير مواعد كبير قوي وتكسبه وتتفوق فيه المطش اللي بعدها على طول بيبقى الفريق مش كويس ماشي ماشي الفريق مش كويس بس كلوب بغلط في حاجات في الخطة في الطريقة دي ملهاش جعب باللعيب النهاردة فاية ولا مش فاية زي ما قلت لقو ديفيد مويس بقاله سنين مع واستهام لكن لما يكون مدرب عايش مع فرقة سنين والسنة اللي فاتت يبقى كان كويس والسنة دي سيئ جدا نهاية السنة اللي فاتت كان سيئ جدا طب انت هتنجح امتى لما يبقى معاك فرقة ومعاك امكانيات عالية واستهام نادي عنده امكانيات كبيرة وقاعد جاي بالعيبة كلها بتلعب في منتخبات بلادهم لما يبقى مستوىك بعيد اوي كده في بداية الموسم الموسم اللي فات كنت في الاربعة الاوائل اول عشر مطشات بعد كده بقيت مش عارف عاشر ولا كده ودلوقتي الدنيا عندك متأخرة كتير جدا جدا وده برضو شيء غريب قوي من ديفيد مويس للأسوأ يعني مليون مبروك لليفربول وشيء كويس ان المنافسة شغالة ويخشوا في المنافسة مع والسيتي ونشوف بطولة كالعادة شيقة للدولة المجلسية شكرا